تتسارع بشكل كبير التطورات العسكرية والسياسية المرتبطة بعملية نبع السلام التي بدأها الجيش التركي في الشمال السورية والتي قيل ان حيثياتها جاءت لاقامة ما يسمى بالمنطقة الامنة وتوطين نحو مليوني لاجئ سوري يقيمون في تركيا حاليا هذه العملية وما يرافقها من قصف جوي ومدفعي عدت الى فرار نحو ثمانمائة ارهابي ينتمون لتنظيم داعش الارهابي من مخيم عيسى تابع اداريا لمحافظة الرقة السورية والذي تشرف عليه قوة سوريا الاتحادية الامر الذي اثار مخاوف اهالي الانبار التي عانت كثيرا من الارهاب ولازالت مطالبين الجيش العراقي بالحفاظ على النصر الذي تحقق بدماء القوة الامنية مطالب تأمين الحدود بيننا وبين سوريا احنا اسمعنا الضغوطات صائرة بيننا وبين سوريا احنا ما ريد نرجع لنفس المربع اللي رجعنا به كافي احنا شفنا من الضيام من التهجير من الخراب من الناس الراحت من قتلت اللي راح لشهيد وشهيدين ما ريد نرجع لهذا المربع هجوم القوات التركية على مدن السورية الاتراك الاكراد السورية فاللي صراحة متخوفين من عندها كمجتمع عراقي كمجتمع انباري متخوفين عودة قوات داعش الارهابي لمحافظة الانبار خاصة العراق عامة فاللي ريده من حكومتنا المحلية والمركزية بدعم العسكر دعم الجهود العسكرية تعزيز القوات العسكرية الى الحدود ما بين سوريا والعراق لضمان عودة عدم عودة قوات داعش الارهابي لمحافظة مرة ثانية خبراء أمنيون قالوا إن العملية التركية في سوريا تهدد بنشر المزيد من الفوضى وستصرف انتباه قوة سوريا الديمقراطية عن محاربة فلول داعش وخلاياه النائمة العراق اليوم لاحمر علي 17 سنة لم تهدأ حدود العراق من التدخلات الخارجية سواء دول أقليمية كبرى أو دول عربية كل الاحترام للمجلس الأمن المتحدة التقرار صائب وإنهاء القتال في تلك المناطق السواء بالعراق وسوريا وكل دول عالم كي ننعم ونعيش بسلام وبحسب القوة الأمنية العراقية فإن اتخذت سلسلة إجراءات أمنية مشددة لمنع تسلل عناصر التنظيم الإرهابي الهاربين من سجون سوريا إلى داخل العراق كما سيواجه الإرهابيون صعوبة إعادة دمج أنفسهم في المجتمع بسبب الوعي الذي بات يتحلى به الشعب العراقي